هل تعلم ما هي القواعد الخمس لسلامة المواد الكيميائية؟ مرحبا بعودتكم مرة أخرى في ثقافة السلامة التخزين الصحيح للمواد الكيميائية لا يساعد فقط على الحفاظ على بيئة العمل آمنة بل يساعد أيضا في الحفاظ على كفاءة المواد الكيميائية نفسها فيما يلي بعض النصائح لترتيب مخازن المواد الكيميائية فصل المواد الكيميائية غير المتطابقة يجب تخزين المواد الكيميائية كل على حدث بناء على توافقها أو مثلها على سبيل المثال يجب تخزين الأحماض بعيدا عن القواعد ويجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر الاشتعال وضع علامة على كل شيء يجب وضع علامة واضحة على جميع الحاويات باسم المدى الكيميائي تاريخ استلامها وأي معلومات أخرى بالمثل هذا يساعد على التأكد من استخدام المواد الكيميائية قبل انتهايها ويجعل منسها التعرف على محتويات الحاوية في حالة الطوارئ تخزين المواد الكيميائية في الحاويات الصحيح يجب تخزين المواد الكيميائية في الحاويات التي صمنت خصيصا لهذه المدى على سبيل المثال يجب تخزين الأحماض في الحاويات المقاومة للأحماض ويجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال في خزائن تخزين المواد القابلة للاشتعال تخزين المواد الكيميائية بدر حرارة مناسبة، بعض المواد الكيميائية تطلت درجة تخزين الخاصة للحفاظ على الثبات على سبيل المثال، يجب تخزين بعض المواد الكيميائية في الثلاجة أو الفريزر في حين يجب تخزين بعض المواد الأخرى عند درجة حرارة الغرفة الحفاظ على المواد الكيميائية في موقع آمن، يجب الحفاظ على المواد الكيميائية في موقع آمن حيث لا يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الأشخاص غير المصرح لهم هذا يساعد على منع التعرض غير مقصود المواد الكيميائية الخطر الحفاظ على تتبع المخزون من المهم الحفاظ على تتبع مخزون المواد الكيميائية في التخزين والتحقق الدوري من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية أو القديمة التي قد تحتاج إلى التخلص منها تدريب الموظفين والطلد حول تخزين المواد الكيميائي يجب تدريب الموظفين والطلد على التخزين الصحيح للمواد الكيميائية في بيئة العمل ويشمل ذلك فهم كيفية تسمية وتخزين المواد الكيميائية بشكل صحيح وكذلك المخاطر المرتبطة بالتعاول مع بعض المواد الكيميائي من خلال اتباع هذه الإرشادات يمكنك الحفاظ على ترتيب مخازي المواد الكيميائية بشكل آمن وفعال هذا لا يساعد فقط على الحفاظ على بيئة عمل آمن بل يساعد أيضاً في الحفاظ على التعاول الصحيح مع المواد الكيميائي ما هي الاستراتيجية التي تتبعها لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بأمن؟ اترك لنا تعليقك في التعليقات بالأسفل إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب